أغلبهم مدنيين حتى الأشخاص الذين يتم أخذهم من المعارك من الحوثي لا يعتبر أسرع حرب باعتبار توصيف القانون الدولي للصراع عندنا صراع داخلي الصراعات في العالم تنقسم في القانون الدولي إلى شكلين أو نوعين من أنواع الصراعات داخلية وصراعات يسمونها صراعات دولية وصراعات غير دولية الصراعات الغير دولية هي الصراع الداخلي الموجود في اليمن هناك دولة وهناك أيضا متمردين على الدولة باعتبار الجماعة الحوثي جماعة متمردة مقالبة على الحكومة الشرعية بالتالي يعتبر أي شخص يتم القبض عليه متمرد على الدولة يجوز أيضا للحكومة اليمنية والقضاء التابع لها محاكمته على ما يرتكب من جرائم. هذا بدايتين فيما يخص هذا الملف واحد من الملفات الشائكة للأسف الشديد إلى اليوم يعني منذ بداية الأحداث وإلى اليوم ما زال جماعة الحوثي تتعنت في هذا الملف بل تقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وخاصة تقارير لجنة الجزاعات الدولية في آم 2021 تصف أن الحوثي يستخدم المدنيين كرهائن للأسف الشديد حتى وسائل الإعلام أصبحت تتماهى مع خطاب الحوثي وغيره وتصفهم بأسر الحرب بينما أغلبهم الذين لدى جماعة الحوثي مأخوذين من الشارع أو من مدارس أو من بيوتهم أو من الأسواق ثم تقوم هذه الجماعة بمبادلتهم بمن يتم أخذوا في المعارك أو من يقاتل مع جماعة الحوثي وبالتالي هي تستخدم المدنيين كواحدة من الوسائل للضغط على المجتمع الدولي وحتى في هذه الحالات ترجمة نانسي قنقر